بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في إطار رمضانيات 2015 وفي اليوم الثالث عشر من رمضان نتقدم السيد أحمد الأخطر بخاطرة وردت له من صديق وأحب أن يشاركنا إياها تفضل سيدي شكرا سيد رشيد بارك الله فيك هذه خاطرة وصلتني من صديق إلى السيد فريجة أحمد الأخطر عجبا لعمر الناس الدنيا متقلبة لا يستقر أمرها على حال وعمر الناس أكثر تقلبا وعجب ما رأيت في ذلك أن العديد من الإخوة والزملاء عرفناهم في الفطرة الجامعية كرما نوبلا سخاتا يوم كانوا قليلي ذات اليد أما الآن فقد تغير تخلاقهم وطباعهم عندما فتح الله عليهم باب رزق كما أعرف أحد أبناء الحي من أصل كريم وله كل مكونات البيئة الصالحة التي تجعله كذلك إلا أنه يوم وله الله أمر من أمور الناس يشق عليهم وصار ينكر معرفته بأقرانه من هذين المثالين تتضح الحكم الربانية المودعى في الدعاء المأخور اللهم اجعل الدنيا في عيدنا لا في قلوبنا الله عز وجل يعطينا المال والسلطان وغيرها من النعم منها من يتعامل معها على أساس الوديعة التي يتوجب المحافظة عليها ورعايتها ليقينه بأنه لا محالة سيأتي يوم ويردها لأهلها فيتولد عنده شعور بالمسؤولية يكون معينة له على مغرياتها ومهالكها فيسعد في الدنيا ويفوز بالآخرة بالمقابل هناك أناس يتعاملون مع المنح الربانية على أساس الإصطفاء أي أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياها لأنهم أفضل من باقي الخلط فتتمكن من قلوبهم ويومها يجيزون لأنفسهم ما لا يجوز فيقعون من حيث لا يدرون في مطبات مميتة لأخلاقهم وعلاقاتهم وفي أحيان أخرى حتى لأنفسهم صورة الحج العاية 46 قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب نعقنون بها أواذا نسمعون بها فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور صدق الله مولا العظيم شكرا جزيلا سيدي